أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة تخص التعليم الصناعي حلقة النهاردة مخصصة لفن تريكو آلي فن جدرات صف الأول النهاردة هنكمل المخرج رقم 2 في الوحدة الثانية وهو ترقيم الأطوال السبتة كلمنا في الحلقات السابقة عن الأوزان السبتة وعن الترقيم المتري وبعد كده هندخل بقى في الأطوال السبتة كلمنا عن ترقيم التكس هنكمل النهاردة إن شاء الله ترقيم التكس والدينير طبعا مع بعض لما تكلمنا عن ترقيم التكس قلنا أن هنا بيختلف معايا الأسلوب بتاع أو التمييز بتاع الطول والتمييز بتاع الوزن هنا الطول بقى بالمتر والوزن بقى بالجرام يعني ما يفعش أقول ترقيم تكس طول بالياردة والوزن بالرطل لا وحتى لو جي كده في عندي مجموعة من التحولات هناخدها بعد كده إن شاء الله أقدر إن أنا لو أنا عايزة الطول بالياردة بأقدر إن أنا أحول من ياردة لمتر عن طريق 32 على 35 ولو عايزة أحول من متر الياردة بأضرف في 35 على 32 ودي حاجات إن شاء الله تحولات مهمة هنبقى ناخدها بعد كده إن شاء الله عندي برضو لو عايزة أحول من رطل إلى جرام أعرف قبل كده كنا أخذنا في الأوزان السابقة فكرة عن التحولات بتاع إن الجرام بيساور 453.6 فلو أنا عايزة أحول من جرام لرطل بأسم الوزن المدهوني في المسألة على 453.6 لو أنا أعمل العكس لو عايزة أحول من رطل لجرام بضرف 453.6 تمام؟ وخذنا تحولات كتير جداً وتكلمنا فيها كمعلومة تهمني جداً كفني تريكو هناخدها بعد كده وندرسها إن شاء الله مع بعض في الصف الثاني طيب أنا دلوقتي عايزة أتكلم عن ترقيم التكس إحنا اتفقنا إن التكس ليه طول سابت وده اسمه الترقيم الأطوال السابتة يعني إيه أطوال سابتة؟ يعني عندي الطول يبقى سابت واللي بيتغير هنا الوزن حسب سمك الخيط يعني لو أنا عندي خيط تكس نمرة واحد هلاقيه بيساوي ألف متر ويزن واحد جرام ولعندي خيط تكس نمرة ثلاثة هلاقيه يعني خيط تكس طوله ألف جرام ولكنه يزن ثلاثة جرام إيه الألف ده؟ الألف ده السابت بتاع خيط التكس وقلنا قبل كده في الحلقات السابقة إن ده ترقيم متطور للترقيم التقليدية إن كنا متعودين عليها في الأبواب السابقة إنما إحنا دلوقتي بناخد ترقيم التكس العدد السابت للتكس ألف تمام فلما أقول خيط تكس نمرة عشرة يبقى معنى كده إن ده طول الخيط بتاعه ألف متر ويزن عشرة جرام أربعين يبقى ده خيط طوله ألف جرام ولكنه يزن كام أربعين جرام ألف متر ويزن أربعين جرام تاني مع بعض لما أقول ما معنى خيط تكس نمرة اتنين تعالوا كده نشوف مع بعض خيط تكس نمرة اتنين يعني إيه؟ هقوله يعني الخيط ده هو نمرة اتنين يبقى طول الخيط ألف حلو قوي طب ألف إيه؟ ألف متر طيب وإيه كمان؟ ويزن ها اتنين جرام برافو ليه ألف؟ لأن ده الطول السابت ده إيه سنقوله الطول السابت لمين؟ لخيط التكس حلو قوي طب لو أنا قلت مثلا أربع عشرة تكس خيط نمرة عشرة تكس ده معنى إيه؟ ده معنى إن طول الخيط ده ماله بقى طول الخيط ده ألف تكس ألف تكس ها ويزن قد إيه؟ يلا عايز أسمع ويزن عشرة جرام ملاحظين كده معايا إن النمرة والوزن هما اللي بتغيروا إنما مين اللي سابت الطول بتاع إيه؟ بتاع الخيط طيب لو قال لي عندي خيط نمرة أربعين تكس يعني إيه خيط نمرة أربعين تكس؟ يعني ده خيط نمرة أربعين طوله ألف متر ويزن أربعين جرام حلو قوي يبقى هنا إيه اللي حصل؟ هنا سنقوله الطول سابت والوزن هو اللي إيه؟ والوزن هو اللي بيتغير حلو يعني الطول سابت والوزن هو اللي بيتغير حسب إيه؟ حسب سمك الخيط حسب سمك الخيط ده معناه إن كل ما الخيط وزنه أو نمرةه نمرةه زادت سمكه بيزيد وكل ما الخيط ما نمرته تقل سمكه بيقل يعني إيه؟ يعني لو أنا مثلا جيت وقلت أيهما 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 أدق أدق يعني أرفع خيط تكس نمرة مثلا أربعين ولا نمرة عشرين من فيهم أرفع؟ نمرة أربعين ولا نمرة عشرين؟ هقوله آه لا أرفع إحنا بنقول إيه؟ كل ما النمرة زادت كل ما السمك زاد كل ما النمرة قلت كل ما السمك قال يبقى نمرة عشرين وبعده ييجي نمرة أربعين يبقى الأرفع هو نمرة إيه؟ نمرة عشرين يبقى هنا علشان إيه؟ لأن هنا الأطوال سابتة واللي بيتغير الوزن حسب سمك الخيط صحي كده؟ صحي وأن كل ما النمرة زادت كل ما السمك زاد وبالعكس كل ما النمرة قلت كل ما السمك قل تمام تمام يا سنة أولى حلو كده؟ طيب لما يجي يقولي ما هو العدد السابت؟ ليه التكس؟ هقوله التكس العدد السابت ليه ألف متر يبقى السابت للتكس ألف متر تمام؟ السابت للتكس أو العدد السابت أو الطول السابت للتكس هو ألف متر ويندرج التكس والدنيار تحت الترقيم الأطوال السابتة أول ما سمع كلمة تكس وأول ما سمع كلمة دنيار دول تحت الترقيم بتاع الأطوال السابتة اللي هو الطول سابت ولكن اللي بتغير النمرة والإيه؟ النمرة والوزن طيب تعالوا نقول أهم القوانين اللي بتخص التكس هقوله تعالوا معي تعالوا نبدأ بقانون النمرة هايقولي النمرة بالتكس النمرة بي التكس بتساوي تساوي إيه بقى؟ هنعمل كده شرط تكسر ونقول وزن الخيط بالجرام وزن الخيط بالجرام في السابت اللي هو إيه السابت؟ اللي هو طول الشلة والله لو ده كان تكس يبقى ألف تمام؟ بس كده؟ لأ طبعا على طول الخيط بالإيه؟ بالمتر برافو عليكم أنا عايزة أسمعكم يبقى أنا دلوقتي لو قلت قللي النمرة بالتكس عايزة أعرف النمرة بالتكس هقوله النمرة بالتكس بتساوي وزن الخيط بالجرام في ألف على طول الخيط بالمتر في السابت طيب لو طلب مني الوزن بالجرام الوزن بالجرام هقوله بيساوي ها؟ بيساوي إيه بقى الوزن بالجرام؟ شرط تكسر النمرة بالتكس تمام كده معايا؟ في الطول بالأمطار تمام النمرة بالتكس في الطول بالأمطار على مين؟ من اللي فاضل في معطيات القانون السابت؟ لو ده تكس يبقى السابت بتاعه كام؟ ألف حلوة قوي يبقى إحنا دلوقتي عندنا إيه؟ عندنا قانون النمرة بالتكس بيقول إيه؟ قانون النمرة بالتكس بيساوي الوزن بالجرام لو ده تكس يبقى ألف على إيه؟ على طول الخيط بالمتر طيب لو طلب مني الوزن بالجرام هقوله الوزن بالجرام بيساوي النمرة بالتكس في الطول بالمتر على السابت السابت يعني الطول بتاع الخيط لو ده تكسي يبقى ألف طب بس هو ما بطلبش غير النمرة ووزني بس لا طبعا ده كمان بيطلب مني الطول بالأمطار يعني يقول لي هاتي الطول بالمتر هقوله بيساوي شرط تكسر كده وابتدي أقول الوزن بالجرام في ألف اللي هو السابت اللي اتفقنا عليه من اللي فاضل في المعطيات بتاعة القانون برافو عليكو في النمرة بالتكس شطرين يا سنة أولى يبقى أنا دلوقتي عندي كم قانون عندي ثلاث قوانين من القوانين الهمة اللي بستخدمهم السنة في حل المسائل أول حاجة النمرة بالتكس النمرة بالتكس بيساوي إيه؟ النمرة بالتكس بيساوي وزن الخيط بالجرام في ألف على إيه؟ على الطول بالأمطار طب لو قال لي هات وزن بالجرام هقوله الوزن بالجرام بيساوي النمرة بالتكس في الطول بالأمطار على ألف اللي هو السابت بتاع خيط التكس طب لو طلب مني الطول بالأمطار طلب مني الطول بالأمطار يبقى بيساوي الوزن بالجرام في ألف على النمرة بالإيه النمرة بالتكس طب لما حب أعرف رقم خيط بترقيم التكس هعمل إيه الأبدا بحط على كفتي الميزان يعني بيبقى عندي ميزان كده هحط فيه مقدار منه يعادل الطول السابت وقدره ألف متر في الكفة الأخرى هحط موازين من الجرامات علشان يتساوى كفتي الميزان بين عدد الجرامات ونمرة الخيط ده لو أنا عايزة أعمل إيه لو أنا عايزة أعرف رقم خيط بترقيم التكس هعرفه إزاي قال لي هحط على كفتين الميزان مقدار منه اللي هو يعادل الطول السابت اللي هو ألف متر وفي الكفة الأخرى هحط موازين من الجرامات حتى يتساوى الميزان فيكون عدد الجرامات هو نمرة هو نمرة الخيط طيب تعالوا مع بعض نشوف المثال اللي جاي قدامنا بيقول أنا دلوقتي أوجد طول خيط قطن طول خيط رقم أربعين تكس ويزن مية وعشرين رطل هو طالب مني دلوقتي طول الخيط القطن اللي رقم أربعين تكس ويزن مية وعشرين رطل هقوله الطول بالأمطار الطول بالأمطار بيساوي شرط تكسر تمام كده معي الوزن بالجرام في السابت على النمرة بالتكس هيساوي الوزن بالجرام هنا كام مية وعشرين في السابت ده خيط تكس يبقى ألف على النمرة بالتكس أربعين هيساوي تلات تلاف متر يبقى أنا عملت إيه دلوقتي هو طالب مني الطول بالمتر طالب مني الطول بالمتر ومديني الوزن مية وعشرين جرام مديني الوزن كام مية وعشرين جرام ومديني النمرة أربعين تكس يبقى هو وديني الوزن مية وعشرين جرام والنمرة أربعين تكس وبيقول لي هاتي الطول بالأمطار هقوله قانون الطول بالامطار بيساوي الوزن بالجرام في السابت على النمرة بالتكس الوزن بالجرام عندي هنا كام 120 في السابت للتكس كام 1000 على 40 يبقى يساوي 3000 متر تمام كده تمام خلاص يبقى احنا حلنا دلوقتي المسألة بدام انا قادرة وفهمة وحفظة القانون اقدر عوض بسهولة جدا وطلع الناتج ايه الناتج بتاعي طيب مسألة تانية بيقول اوجد نمرة خيط صوف بترقيم التكس العالمي اذا كان وزن هذا الخيط 320 جرام وطوله 4000 متر عايز هنا مني ايه عايز هنا مني النمرة هروح ايلاله النمرة بالتكس النمرة بالتكس بتساوي النمرة بالتكس بتساوي ايه برافو سانا اقوله الوزن بالجرام في السابت على الطول بالامطار بيساوي هنعوض مع بعض الوزن بالجرام هنا كام 320 وطوله 4000 متر روحت على طول قداله النمرة بالتكس بتساوي الوزن بالجرام في السابت على طول بالايه بالامطار يعني 320 في الالف على 4000 اداني 80 ايه 80 تكس تمام حلي مسألة تاني اوجد وزن خيط رقم 10 تكس وطول هذا الخيط 9000 متر يبه هو طالب مني ايه دلوقتي طالب مني الوزن هقوله الوزن بالايه بالجرام بيساوي الوزن بالجرام بيساوي شرطة كسر النمرة بالتكس في الطول بالامطار على السابت يبقى عندي هنا الوزن بالجرام بيساوي النمرة بالتكس في الطول بالامطار على السابت نبتدي نعوض مع بعض حيساوي النمرة بالتكس هنا كام اللي 10 طب الطول هنا كام اللي 9000 كويس اوي طب والسابت السابت ده 1000 ماهو تكس يبقى 1000 الناتج بتاعي لما اجرر عملية الحسابية على الالة هيطلع 90 جرام طيب مسألة تاني بيقول لي ايه اوجد الوزن بالجرام يبقى هو هنا عايز ايه اوجد الوزن بالجرام تمام الخيط رقم 50 تكس وطوله 1000 متر عايز مني ايه دلوقتي طالب مني دلوقتي الوزن بالجرام لخيط رقم 50 تكس وطوله 1000 متر هقول الوزن بالجرام بيساوي طبعا ده مثال اخر عشان نتضرب عليه اكتر هقول الوزن بالجرام بيساوي بيساوي النمر بالتكس في الطول بالامطار كل ده على ايه على 1000 اللي هو ايه طول الشلة بتاعتي هقول بيساوي النمر بالتكس هنا كام 50 والطول بالامطار كام 1000 طيب على العدد السابت للتكس اللي هو كام 1000 هيساوي هنا 50 جرام عرفنا ازاي نوجد الوزن يا سنة اولى اه تمام يبقى الوزن بيساوي النمر بالتكس في الطول بالمت على 1000 اعود وطلع الناتج والتمييز بتاعي بيبقى بالايه التمييز بتاعي بيبقى بالجرام طيب نشوف مثال تاني لو انا هنا طلب مني النمر عايزين نشوف مثال للنمر النمر حاضر يجي يقول لي قبل ما نخش في ترقيم الدنيار ناخد كده مثال تاني على النمر عشان نسبت المعلومة بيقول اوجد نمر خيط تكس يزن 10 جرام وطوله 2000 متر مثال تاني اهو عشان نسبت المعلومة بتاعة المسائل بتاعة التكس قبل ما نخش في نظام الدنيا هقول له النمر الحل بتاعي النمر بالتكس بتساوي شرط تكسر كده يلا مع بعض انا هتملا منكم هتقولولي الوزن بالجرام في السابت اللي هو الطول السابت للتكس على ايه ايوه على الطول بالامطار حيساوي الوزن بالجرام هنا كام 10 والثابت هنا كام 1000 والطول مدوني في المسألة 2000 يبقى انا عملت ايه ضربت الوزن في السابت بتاع التكس على الطول بالامطار وطلعت الناتج بتاعي تكس التمييز يبقى تكس يبقى احنا كده خدنا الترقيم بتاع التكس وحلينا عليه كمان مجموعة من المسائل احنا اتفقنا في الاطوال السابتة اللي هي الطول فيها سابت اللي بتغير الوزن والنمر عندي نظامين من الترقيم ترقيم التكس وترقيم ايه سنقول وترقيم الدنيا طب تعالوا بقى ناخد ترقيم الدنيا قال لي ترقيم الدنيا بيتبع اسلوب ونظام الطول السابت يعني زيه زي مين زي التكس وهو اسلوب مباشر تستخدم في حساباته الاطوال والاوزان المترية وحدة الطول فيه متر ووحدة الوزن فيه جرام زي مين يا سنة أولى زي التكس بالزبط يبقى التكس والدنيا الطول فيهم بالمتر والوزن فيهم بالإيه والوزن فيهم بالجرام الاتنين زي بعض تماما تمام يجي بعد كده يقول لي فمثال يعني عايز بقى يشوفني أنا فهمت التكس ولا لا لأن الكلام بينطبق بالزبط في الدنيا خيط رقم واحد عبارة عن ايه يعني ما يقول لي خيط رقم واحد خيط رقم واحد دنيا فاهمني الحتة دي أنا مش عارفها يعني ايه خيط رقم واحد دنيا هقول له خيط رقم واحد دنيا هو عبارة عن خيط طوله تسعة تلاف متر هنا بقى هنستنتج حاجة مهمة جدا ويزن واحد جرام استنتج نعمل اللقطة دي ان السابت هنا بتاع الدنيا رقم تسعة تلاف براف عليكم تسعة تلاف ايه يا رضا لا تسعة تلاف متر حلوة قوي طب لو قال لي مثال تاني قال لي خيط نمرة اتنين دنيا يعني ايه خيط نمرة اتنين دنيا يعني انا عايز اسمع كده حبيبي وهم بيجاوبوا اه صح برافو هيبقى هو عبارة عن خيط طوله تسعة تلاف متر ويزن ها ويزن ايه برافو اتنين جرام ايه الجمال ده صح يبقى لما يقول لي يعني ايه خيط نمرة اتنين دنيا يعني الخيط ده طوله تسعة تلاف متر ويزن اتنين جرام ناخد مثال تاني ونشوف حبيبي كده فاهمين ولا مش فاهمين عايزين كده نشوف النشط مخوك شوية احنا دلوقتي بناخد ايه بناخد ايه سنة اولى بداية التراقيم او الجزء بالتبسيط مبسط لتراقيم الخيوط بعد كده ان شاء الله لما نطلع سنة تانية الجزء ده هيكبر ولا المعلومات بتزيد ولا التحولات زادت ليه لان انا عندي تحولات كتيرة جدا يا سنة اولى ما بين حتى ولو في الاوزان السابتة كنا بناخد مثلا ان الوزن بالرطل والطول باليرضة انا عندي تحولات يعني هناخد بعد كده في المناهج بتاعتنا او الوحدات بتاعتنا بمعنى اصح تحولات الخيوط ازاي ان نقدر احول من اوقية او من جرين او من درام الى رطل ازاي ان انا اقدر احول من يارضة المتر ومن متر اليرضة كل دي تحولات لازم تاخدوا عنها فكرة علشان احنا بنعد فني تريكو يعني ايه فني تريكو يعني يقدر يعرف كل المعارف او النسبة الكبرى من المعارف والمهارات اللي تقدر تأهله ان هو يكون فني ايه فني تريكو عندنا في مادة التخطيط في سنة ثالثة بيتكلم عن جزئية كاملة عن فني تريكو وبيقول ان من وصفات فني تريكو ان يكون عنده مجموعة من المهارات ومجموعة من المعارف اللي تقدر تأهله الى سوق العمل لاني انا دلوقتي لو عايز عندي فني داخل مصنعي يبقى انا عايز الفني ده يستطيع اشياء كتيرة جدا لو من النواحي المعرفية يعني يتعرف على انواع الخيوط يتعرف على انواع العيوب بتاعت الخيوط والاقمشة يقدر يتعرف على انه يفرق بين الخيوط وبعضها انه يفرق بين الخمات وبعضها عن طريق طبعا وسائل كتير خدنا منها في الوحدة الاولى اجزاء كتيرة وكبيرة واستفدنا منها جامد جدا كمان مش كده وبس ويكون عنده كمان مجموعة من المهارات ان هو يقدر يلضم المكنة يضبط اجزاء المكنة يقدر يشغل المكنة دية يقدر ان هو يجري الاختبارات المختلفة يجري الفحص المختلف للامشة والتركيبات النسجية يقدر يتعرف كمان من نسبة للمعارف على انواع التركيبات النسجية وازاي يستخرجها وازاي يقول لنا بيتم تركيبها ازاي كل دي مهارات ومعارف مهمة جدا لفن التركو ولذلك اهتمت الدولة بالتعليم الفني بجميع شعبه وتخصصاته في ان هي تخرج لنا فني في جميع التخصصات قادر على انه يعمل وينزل الى سوق العمل بالمهارات الكافية والمعارف الكافية التي تفيد في مجال صناعته او في مجال تعليمه فبنعد هذا الفني من الصف الاول على هذا النظام وهو نظام الجدرات اللي بيفيدنا معرفيا ومهاريا على ان يكون هذا الطالب قادر على انجاز مهارات كتيرة ومعارف اكثر علشان كده انت هتلاقي نفسك حصلت على كل المعارف اللي تفيدك في انجاز مهارتك شايف قد ايه الترابط المعارف اللي تفيدك في انك تنجز مهارتك وبالتالي اصبح عندك جزئين مهمين جدا لا ينفصلوا عن بعضهم البعض بالعكس يكملوا بعضهم البعض وهي المعرفة والمهارة فلما ييجي يقول لي ان انا عندي وزن مثلا بالرطل اقدر بعد كده في مراحل التعليمية هتعرف ازاي ان انا حول لو جاني الوزن بالجيرين مثلا هعرف ان الجيرين ده سبع تلاف فاقدر احول من جيرين الى رطل باني اقسم الوزن اللي جايلي في المسألة على السبع تلاف هيتحول لي الى رطل او ان انا لو انا عايز احول من اوقية الى رطل هقسم الوزن اللي جايين في المسألة على ستاشر والحاجات دي كلها هناخدها طبعا بعد كده خلال مراحل اكتسابنا المهارات والمعارف في السنين بتاعت التعلم بتاعتنا في هزي المادة وهي ترقيم او الوحدة وحدة ترقيم الخيوط نفس الكلام في النظام التكسو والدنيار هو بيقول لي ايه في نظام التكسو والدنيار بيقول لي بس فكرة انا بديك فكرة بس لا اقصر ولا اقل وبعد كده ان شاء الله هندرسها بتوسع خرية المراحل تعلمنا اننا دلوقتي عندي الطول لازم يبقى بالمتر والوزن لازم يبقى بالجرام يبقى هو هنا عندي بيقول لي الطول لازم يكون بالمتر والوزن لازم يكون بالجرام يعني معنى كده ان بعد كده هقدر اخد تحولات تخليني لو عندي الطول ده جاي في المسألة باليرضة اقدر ان انا حوله بالمتر ولو انا عايزة باليرضة اقدر ان انا حوله باليرضة وطبعا ده عن طريق رقم هناخده اسمه 32 على 35 لو انا عايزة حول من متر اليرضة بضرب في 35 على 32 ولو انا عايزة حول من يرضة الى متر نفس الكلام بالنسبة للرطل وللجرام لو انا عايزة حول من جرام الى رطل بأسم على 453 و 6 من 10 لو انا عايزة حول من رطل الى جرام بضرب فيه 453 و 6 من 10 نفس الموضوع لما كنت باخد الاوزان السابتة ولو تفتكروا مع بعض قلتلكم هديكم فكرة بس عن قدي ايه ان احنا بعد كده كمان هنكتسب المعارف الخاصة بالتحولات اللي عايزة لو انا عايزة احول من لو جي قال لي مثلا في المسألة عندي اوقية دي معلومة للمعرفة الاوقية بتساوي 16 فلو انا عايزة حول من اوقية الى رطل بأسم الوزن اللي مدهولي في المسألة على 16 طب لو كان الوزن بجرين بأسم الوزن ده على بالدرام لو هو قصدي درام وعايزة حوله لرطل او عايزة حول من جرين لرطل عايزة تحول من درام لرطل اقسم على 256 طب لو انا عايزة حول من جرام لرطل بأسم على 453 و6 من 10 وده حتى بناخده في الصف التاني في مادة المؤيسات التحولات دي كلها تمام تمام يبقى دي تحولات هناخدها بعد كده خلال مراحل دراستنا اللي هي ازاي احول من وحدة اوزان الى وحدة الرطل او ازاي ان انا حول من وحدة اوزان الى جرام وطبعا بالجرام ده بيبقى في مرحلة التكس والدينيار او ان يكون جايب لي مسألة في مرحلة الرطل ويطلب هو مني ان انا حول من رطل لجرام مش كده وبس ده انا مع التكسو والدينيار كمان هاخد بعد كده ان انا احول من جرام الى كيلو جرام او العكس يكون جايب لي الوزن بالكيلو جرام فحول من كيلو جرام الى جرام كل دي تحولات ان شاء الله باذن الله هنحصل على المعارف بتاعتها لان زي ما قلتلكم الدولة بتبحث عن فني يكون لدي الكثير من المعارف والكثير من المهارات نكمل بقية الوحدة بتاعتنا او المخرج بتاعنا البسيط الجميل اللي انا حاسس ان انتوا قاعدين قدامي فهمين ومستوعبين الكلام اللي احنا بنقوله والمعلومات اللي احنا بنستفيد منها عشان اقدر اطبقها بعد كده في سوق العمل لو عندي خيط مية نمرته مية او رقمه مية هو عبارة عن خيط طوله تسعة تلاف متر ويزن مية جرام معنى ذلك ان الطول سابت والوزن هو الذي يتغير بتغيير برافا عليك وبتغيير سمك الخيط يبقى اللي بيتغير عندي هنا الوزن الطول سابت يا سنة اولى واللي بيتغير عندي هنا الوزن الوزن بيتغير حسب سمك الخيط ولسه ايلين حالا في التكس ان كل ما النمره زادت كل ما سمك زاد كل ما النمره قلت كل ما سمك الخيط قل ليه لان انا هنا عندي علاقة ماشية مع بعض نمره الخيط زادت سمك الخيط بيزيد تخانته بتزيد نمره الخيط قلت تخانته الخيط ايه بتقل وبذلك فان الطول هنا سابت واللي بيتغير الوزن حسب سمك ايه حسب سمك الخيط العدد السابت ليه او السابت بتاع الخيط ليه هو الف متر والدنيار برافو تسعة تلاف متر طيب تعالوا كده نشوف السياغ اللي احنا قلناها من شوية ان كلما زاد الخيط سمك كلما زاد وزنه وكلما كان الخيط رفيا كلما قل وزنه وعندما يراد معرفة نمره خيط اللي بيحصل بترقيم الدنيار يعني تاني اللقطة دي لو كان الخيط ده سميك كلما زاد وزنه يعني كل الخيط ما زاد اتخد زاد وزنه وكلما كان الخيط رفيع كلما وزنه قل مش كده تاني كلما كان الخيط سميك كلما وزنه زاد وكلما كان الخيط رفيع كلما وزنه قل لو انا عايز اعرف نمره خيط بترقيم الدنيار نفس الكلام اللي قلته في التكس هحط على أحد كفتي الميزان مقدار منه يعادل الطول السابت اللي هو 9000 متر وفي الكفة الأخرى هحط أوزان من الجرامات حتى يتساوى الميزان فيكون عدد الجرامات هو نمرت نمرت الخيط نخش على قوانين هم لترقيم أو أسلوب ترقيم الدنيار مع بعض كده هنشوف النمرت بالدنيار الأول بيقول لي كده نغير الألوان كده عشان ننتعش ونحس ان احنا ايه صحصحنا أكتر يلا نقول النمرت بالدنيار ماشي حبايبي النمرت بالدنيار بتساوي ايه النمرت بالدنيار بتساوي شرط تكسر كده وهقول يلا مع بعض كده هنلاحظ ان القوانين متشابه مع بعض وزن الخيط هو الخيط هنا وزنه بايه برافو بالجرام ايه الجمال ده حبايبي في ايه بقى في السابت هو السابت ده ايه دنيار احنا لسه متفقين مع بعض ان الدنيار بكام بتساعة تلاف يبقى السابت بتاعه تساعة تلاف متر برافو عليكم يبقى وزن الخيط بالجرام في تساعة تلاف على ايه اللي فاضل المعطى التالت اللي لازم يبقى موجود احنا عايزين زكاء كده واحنا بنذاكر يبقى عندنا نوع من الزكاء في المذاكرة ازاي يعني ايه يا استاذة يعني مثلا انتوا لحظوا احنا عندنا تلات حاجات اساسية نمرة طول وزن عدد سابت لو هو طلب مني النمرة يبقى فاضل عندي الوزن والطول والعدد السابت فلما يقولي النمرة بالدنيار هقول وزن الخيط بالجرام في تساعة تلاف ده السابت بتاع الخيط الدنيار ساعة تلاف متر على طول الخيط بالمتر يلا ايه نشوف القانون رقم اتنين قالي القانون رقم اتنين طالب مني الوزن بالايه الوزن بالجرام قبل الصفاء لسه قيلة ايه دلوقتي قيلة لانا عندي سوابت في اي قانون بما ان هو طالب الوزن بقى فاضل عندي الطول والثابت والنمرة يبقى اروح عاملة شرطة كسر وحقول له النمرة بالدنيار برافو ها في ايه في الطول بالامطار من الشطر يقول لي ايه اللي ناقص هنا ادي الوزن ودي النمرة ودي الطول ايه اللي ناقص برافو عليكم ممتازين السابت بتاع خيط الدنيار اللي هو كام 9000 طيب حد يجي يروح سايل يقول ايه لو انا بدل مكتب 9000 كتبت السابت يا سلام ما صح برضو ما هو السابت بتاع الدنيار كام 9000 تاني يبقى الوزن بالجرام بيساوي ايه النمرة بالدنيار في الطول بالامطار على 9000 اللي هو السابت بتاع الايه بتاع الدنيار حلوة اوي احنا عندنا قانون تاني اه انت جبت ايه النمرة انت مش ممكن يطلب مني الوزن قلته فاضل عندي قانون مهم جدا وهو قانون الطول بالامطار يروح جاي كده ايه اللي اوجد الطول بالامطار هقول له الطول بالامطار بيساوي اه بيساوي ايه شارت تكسر يلا مع بعض كده فاضل عندي الوزن بالجرام ها في السابت السابت اللي هو ايه والله لو ده دنيار يبقى 9000 لو تكس يبقى 1000 على النمرة بالايه بالدنيا برافو يا سنة اولى برافو طب تعالوا كده بقى نقول التلات قوانين دول مرة تاني يلا مع بعض كده يلا مع بعض نشوف شطرتكو يلا مسكين معايا قلم مسكين معايا القراسة الكشكول اللي قلنا هنجمعه مش هنكلف نفسنا احنا بنتعلم اللي من دول ايه لو تلاحظوا كده الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون والمؤتمر اللي كان معمول المناخ احنا بنحاول اعادة تدوير الاشياء عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا وبنحاول نستفاد من كل حاجة ممكن كانت ايه كانت تترمي طيب احنا عندنا مجموعة من الكشكيل الكتيرة جدا اللي فيها ورق بزيادة استفاد منه جمعه واعمل منه كده كشكول حلو جميل تحتفظ بيه بانك تذاكر فيه او تحلي فيه تمارين او تكتب فيه معلومة استفدتها او فكرة حفظتها علشان لما تحب ترجع لها مرة تانية وياريت كلنا نحاول نحافظ على البيئة بتاعتنا ونحافظ على الجو بتاعنا ان يكون جو ونضيف بان احنا اقل حاجة نتعامل مع المهملات بتاعتنا في المدارس والاماكن بتاعتنا بتاعتنا انها تحفظ في الاماكن المخصصة لها دي مهمة اوي ان احنا نحافظ على نظافة بيئتنا عشان نحاول نتجنب الامراض والتلوث اللي بيبقى منتشر في الجو لينا والزوينا اللي هم اهلينا والاصحابنا والحبايبنا ان لما بنحافظ على الجمال ده ونحافظ على النظافة والترتيب في المكان اللي بنعط فيه او بنشتغل فيه او بنمارس فيه اي رياضة صدقوني انتو مش بتفيدوا نفسكو بس انتو بتفيدوا نفسكو وبتفيدوا كمان كل اللي بتحبوه من اللي حواليكو مش كده وبس انت بتاخد ثواب كمان جميل جدا لما بتزيل اي حاجة ممكن تسبب اساءة او تسبب حاجة وحشة لاي انسان موجود كل ما تشيل الحاجة دي يلا نكمل ونشوف مع بعض ايه التلات قوانين اللي خدناهم اذا كان في التكس او كان في الدنيار اول قانون عندي كان النمرة بالدنيار يلا طبعا اذا كان الدنيار او التكس احنا لاحظنا ان القوانين ايه متشابه هقولوا النمرة بالدنيار بيساوي ايه شرط تكسر اول حاجة وزن الخيط بالجرام في تسع تلاف على طول الخيط بالمتر على طول الخيط بالايه بالمتر القانون التاني اللي خدناه هو الوزن بالجرام بيساوي النمرة بالدنيار في الطول بالامطار على تسع تلاف اخر قانون عندي اللي هو الطول بالامطار بيساوي الوزن بالجرام في السابت على النمرة بالدنيار يبقى احنا كده حبيبي خدنا الطلت قوانين المهمين جدا اللي هنحل عليهم مجموعة من الامثلة في التكس او في الدنيار الفرق ان في التكس هيبقى السابت الف وفي الدنيار تسعة تلاف يبقى احنا النهاردة تمنا مع بعض ترقيم التكس وحلنا عليه مجموعة كبيرة جدا من الامثلة وخدنا كمان ترقيم الدنيار قوانين ترقيم الدنيار الحلقة القادمة ان شاء الله هنحل امثلة كتير على ترقيم الدنيار اشوفكم على خير واستوضعكم الله والى اللقاء